السلام عليكم مرحبا بكم معي من جديد وصفة من وصفاتي على قناتي وقناتكم قد تضرنا مع كرام الله كنتم لنا تكونوا بخير وعلى خير وكيف غادين مع هاد البرد مهم لي ما غنتقسم معكم و هاد الحليوة بسيطة سهلة و المضاق ديالها خطير خليكم ما يملو لدي الفيديو حتى الاخر باش نشوف المقادر و الطريقة و هاد الحليوة هاديرها كتوجد تقريبا في نص ساعة ما بين طياب أولا سهلة مكونا سبسات كما شفتوا عندي بولدرت في قريصة ديال الملحة و غادي ندير فيه واحد الكاس ديال زيت السيعة ديال كاس مية وخمسين ميلي او لا المعروف عندنا في المغرب بالكاس ديال العنباء كاس ديال اتائي اللي معروف عندنا هنا عندي واحد الفلان او لا فلان بلنك هاد الشوكولة ممكن تدروه كرامل انا كنخدم بهذا ديال الشوكولة حيط الوليدات كي يعجبهم كتر من ديال كرامل ولكن ممكن انكم تخدموا بديال كرامل كي يعطي او تاني مضاق حتى هو نفس النتيجة بالنسبة لاتكستور ديال الحلوة وهو المضاق يختلف يعني فعوض الشوكولة كي يأتي كرامل سافيك نخلط حسا كي يدبوا ليدوك حبيبات اللي كي يكونوا في ديال السكار اللي كي يكونوا في الفلان لانه احنا هنا ما استعملنا جس كار استعملنا غير ذاك الفلان وكتفينا بس كار لي فيه بالنسبة لتنسيم فانا نسمتها بشوية ديال كوك تقريبا ثلاثة ديال ملاعق ديال الطعام او لا ثلاثة ديال ملاعق كبار ديال كوك زائد ملعقة بومبي او لا ملعقة طعام مملوء جيدا ديال الفل السوداني او لا ديال كوكو المحمص و المطحون سافيك نخلط هاد المكونات كاملة هو و غادي نبدأ نضيف الدقيق هاد الحلوه هادي ما فيه هاش البيض ما فيه هاش زبدة يعني ما فيه هاش بزاف ديال المقادر غير احكي ما كانعرفوه الحليوات اللي تيكون فيهم الزيت ما كي يخصهمش الدقيق بزاف لانه لادرنا لهم دقيق بزاف شنو تيوقعت يبدو كي تشتتو متي تجمعوش وتيجيونا مدقسين هنا بنفس الكاس اللي عبرت به السيت يعني اللي السيعة دياله 150 ملي في الدقيق كياخد معانا 100 جرام كندير الكاس الليول ودروري ما اننا كنغربلوه من طبيعة الحال باش كدين الحلوه ديالنا اما هو ياها كو مرملة من الداخل القوام ديال هاد الحلوه هادي كيجي مرمل كيجي بصابلي يعني ما كتجيش من دقصة ما كجيش مسوسة ما كيجي ديال المقادير مع هادك القياسات هادو مضبوطين مليار في المياه الكاس الثاني كنضيفوه حتى هو كامل وهنا كنبدأ كنجمع وكنشوف بالنسبة الكاس الثالث ما كنضيفوش دفعة واحدة يلا رحطو الكاس اللول والكاس الثاني درتهم دفعة واحدة وما تنسوش انني انا دير الكوك يعني الكوك يتشرب واخر الكوك نوعية جيدة ولكن معروف ان الكوك يتشرب سافي غادي نحيد الفوه وغادي نبدأ كنضيف الكاس الثالث شوية بشوية يعني ما كنضيفوش دفعة واحدة كما كنت لكم وانما على دفعات حتى كنت تحصل على واحد الخليط اللي هو متماسك ماشي قاصح بساف وماشي جاري وذيك اللاتكس جيالو رتيطبة يعني كنحصلو عليه هو واحد العجين اللي هو ليس صافي ما كنعجنوهاش ما كندلكوهاش غايت ان لماها كي يغيب اطراف الاصابع علاش باش مطلقش ليديك الزيت لانه كما كتشوفو ما فيها لابي لا ما فيهاش بزردي المكوناس يعني كمعروف على حلوية الزيت ما كيخصومش يكونوا قصحين وما كيخصومش عو تاني يتعجنو باش ميبقاش هذيك الدقيق كي كيرميدك الزيت فوالا هذا ما كان وكنتمنى انه الناس لي كيجربوا الوصفات ما يبخلوش الينا بلي كومنترخ ويقولو لنا كيفش يجعون بوصفات الي تنزل على القناة هادش الي كايين وإلا كنتي يا أخويا ولا أختي وصلتي حتى الهنا وخديتي المقادير وجاوك بساطة وساعلين وغات وجد الوصفة في ساعة فما تنساش تبرتاج الوصفة من الأصدقاء والأحباب وتخلي واحد لايك واحد الكومنترخ باش تزيد العائلة دينا تكبر اصافي هنا يا كنبقى كنفيري في التكستور دياله انتو ما شوفو يعني كتكون مرملة وهنا يبقى انو خسني نزيد واحد مع القناة ديال الدقيق وغادي نزيد واحد ففي المجموع في المجموع تقريبا خدت معايا واحد الميتين وثلاثين كرام خليت هاد ما وصلش نص ديال كاس ديال الدقيق هو اللي تبقى بالنسبة للكمية فهاد الحلوه هادي ما كتخرج يعني كمية كثيرة كتوجد فيه سهل لانو كمشتم فيها شبزة في المقادير فيها كاس ديال الزيت وفيها فلن واحد ديال شوكولا ممكن ديالوه كرام مال فيها جوج معلق ديال الكوكو حتى الثلاثة ومعلقات ديال الفول السوداني او الكوكو بالنسبة لتنسيم تقدروا تنسموها حتى بالقهوة مع الكوكو او القهوة مع كوكو انا هاداك الكوكو الصراحة غي ضفته لانو كان باقي عندي في الدار فمي بحتيش ديال برد غادي برد ليا وهذا فدلتو في هاد الحلوه هادي وراه جل مضاق دياله زوين 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 بزاف هذا ما كان هنا تقريبا نبقى وليا جوج ديال الملعق من ذاك الكاس الثالث سوف نأخذ واحد سنيوه الفران ديالي راح كيس خنف وقل تحت على 180 دراجه من بعد غادي نطيبها غير 150 دراجه وكان نحضروا معها في الطياب لانو بما انو فيها الكوكو فباش ما تشمتناش وتحرقلينا وإلا تحرقات وذلك الماداق ديال الفلونت شوكولا فكيجي مار وما كيجيش زوين نهائيا شي علاش من الافضل نحضروا معها في الفران صافي كنبدا نشكلها كاكورات ممكن تطيروها يعني تشكلوها كيف بغيتو تديروها حرابل وتقطعوها هكا بالموس كيبقى لكم الإخسياء الإسانسيال ما فيهاش بزاف ديال الخدمة وما فيهاش مطابع وفيه ساكت وجدائي تلك الطيف قالوا اني جاي صافي غادي تناضي غادي توجدها لانو مقادر كمين كيكونوا لنا في الدار هاتشي اللي كاين غادي نستمر بنفس الطريقة حيث نكمل الكيمياء اللي عندي كاملة ونطيبها عاد باش غادي نخليها تبرد ونزينها بخطوط ديال شوكولا بالنسبة لتزين ممكن في هذه المرحة حالة هادي دلو لها حبة ديال لوز حبة ديال كوكاو اولا قاعد دلو لها لبيبيت ديال شوكولا من الفوق اللي بغيتو تخليوها هكا كيبقى لكم الإختيار تغطصو لها إلا درتوها يعني هكا على شكل طويل درتوها حرابل وقطعتوها طويلة اغطصو لها نستيرها في الشوكولاة مهم هادي هي الكيمياء اللي خرجتلي راه بنسبة لتزينتو ما ليسا تختارو هادي الكيمياء اللي خرجتلي واحد طبيس لهكا يعني ضغية ضغية في ساكي وجد وهنا غادي ندوز من بعد ما بردات درتو واحد شوكولاة بيضاء اللي دوبتها وخارج شوكولاة دا يعني ما عرف ضربوا البرد ولا ما عرف ونضربوا بلاستيك ما يبقى لليلي بوش ذاك الشياليش ديال خطوط ما جاوش بيرفكتو كما ينبغي ولكن مش مشكلة الإسسانسيال هو المشاركة ديال لغسات وكنتمنى انها تعجبكم غادي نزينهم هاكا وغادي دك شوكولاة خلاص راهدة بكيين البرد في ساكي برد هاد شي اللي كاين وما تنسوش البغتاج ولايك اللي يجازيكم باخر دوات طباس اللي خرجت ليه ناقص جوج حبات كانوا كله وهم الوليدات شوفوا القوام دياله كيفاش كي يجي كي يجي امر مل وزوين ما كديش حلوة بساف نهائيا ليبغى كمية اكثر ممكن انه يضاعف المقادر ومطبعة الحال غدي نخلي لكم مقادر في صندوق الوصف وصفة ديالي سالس معكم هنا كنقول لكم السلام عليكم وصفة جاية